زيكا جمال نرد في حلقة جديدة هنا على هوم سينما رجعنا في رمضان في البيت على هوم سينما ورجعنا زي ما انتم شايفين في نفس المكان القديم اللي احنا كنا بنصور فيه انا كنتش متوقع انا هرجع اصلا نفس المكان ونفس الاعداء ونفس السيستم بتاع الشغل بتاعنا هنا على هوم سينما انا طلبت معي مرة واحدة ان انا اقوم اعمل حاجات رمضان على الرغم ان انا احب اقول لكم السنة دي انا معرفش ليه بس احساسي بيقول لي كده من جواي وضع عمر مسلسلات السنة دي مش هتبقى حلوة خالص فما تفكس مسلسلات رمضان السنة دي وبتاع انا لحد الوقتي اه لا اعرف اسم المسلسلات ولا اعرف اه ما شفتش تريلرز ما شوف معاملش تريلر اكشل اي حاجة وما شفتش تريلرز اصلا ورمضان اصلا كل سنة طيبين اه خلاص تقريبا يعني اقل من شهر يعني خلاص يعني اسبوعين تلاتة بالكتير قوي كل سنة طيبين صحيح مناسبة رمضان ومسلسلاتنا بتاعت السنة دي انا حشوف معاكم دي اول مرة حرفيا ان انا اكون السنة دي في مسلسلات رمضان يعني معرفش عنها اي حاجة بمعنى الكلمة يعني حكتشف معاكم كده يعني بالبركة يعني حشوف اسم المسلسلات وبتاعت ايه وحنعمل يعني الحلقة دي خلال بالكم هتبقى يعني هتبقى اتنين في واحد آآ يعني هتبقى وهتبقى مسلسلات رمضان او ايه اللي احنا هنشوفه والكلام ده كله فالحلقة دي هتبقى طويلة فشخ انا بقول لكم من دلوقتي عشان بس تبقوا عارفين لان انا معرفش ازا كان حامل حلقات كتيرة في رمضان السنة دي ولا لأ هل همشي على هل همشي على عشرة عشرة اللي هما تلات حلقات بتاعت كل حلقة هل آآ غالبا غالبا احتمال كبير هعمل نفس السيستم بتاع السنة اللي فاتت اللي هو السيستم بتاع آآ حلقتين لكل مسلسل اللي هو اول خمستاشر حلقة والخمستاشر التانين تمام لو المسلسل آآ خمستاشر حلقة هيتعمل له حلقة واحدة بس او ممكن يتعامل له انطباع اولي وبعد كده هيبقى على طول بتاع المسلسل انا مبسوط فشخ ان انا رجعت اعمل تاني فيديوز بالي كتير جدا ما عملش فيديوهات بالي اكتر تقريبا من شهر آآ اخر حلقة بتاعت الاسكرز وكنت قيل ان انا هعمل افلام بتاعت افلام الاسكر لكن للاسف ما عملش اياه حاجة آآ فانا مش عارف ازا كان الاسكر اصلا خلص فاضله كامي يوم اصلا تقريبا حداشر او اتناشر مارس الاسكر فانا مش عارف ازا كان حلحة اصلا اعمل حلقة كامل للاسكر ولا بس اتمنى يعني عشان انا بس رجعت في المكان ده احب بقول لكم المكان ده كان مطرب فشخ فوق ما تتخيله مكان كان مطرب بطريقة مش طبعية يعني المكان اللي بصور فيه لان انا الفترات اللي فاتت او الفيديوز اللي فاتت كنت بصور وقت ما انا قاعد فحابب ان انا اصور في الكورنر ده او الكورنر ده او الكورنر ده او الكورنر ده تلاقي مرة واحدة تلاقي مرة واحدة تلاقي مرة واحدة تلاقي مرة واحدة اتكلمت يعني كنش باهتمة باللوكيشن قوي بس انا عايز اقول لكم على خبر حلو ان شاء الله بازن الله لو ربنا اراد وكملنا هوم سينما وما قفناش بخالص المرة دي ان شاء الله بازن الله على اخر السنة على اخر سنة الفين تلاتة وعشرين هيبقى في مفاجأتين ومفاجأة منها هيبقى ليه علاقة بهم سينما ومفاجأة تانية مش هيبقى ليه علاقة بهم سينما المفاجأة اللي هي علاقة بهم سينما هي ان شاء الله بازن الله هيبقى فيه سات اوب جديد يعني اتمنى ان انا اقدر ان انا اعرف اعمل سات اوب جديد للشانيل بتاعتنا وحتبقى انا يعني ححاول على قد ما اقدر حتبقى جديد وكاميرا جديدة ومايك ومايك وكاميرا واضاءات والكلام ده كله فححاول على قد ما اقدر طبعا حيبقى سات تاني خالص غير السات اللي احنا عاديين في ده مش حيبقى فيه وراي البلاك سكرين دي او كروما عمتنا اللي ورايا حتشوفوا حاجة جديدة يعني حتنبهرب اللي حتشوفوه تعالوا نبصوا كده ندي نلقي نظرة سريعة على مسلسلات رمضان اللي انا بصراحة مش متحمس لها خالص وانا معرفش ايه بقى اللي حيبقى موجود عمتا يلا بينا نشوف بلا صيح بلا صيح كيا جماعة احنا اضطريني بس نوقف عشان نصلاح بس معلش فاحنا هنكمل حلقتنا اللي خلاني على فكرة صحيحة قبل ان نسيت اقول في الفيديو في الاول اللي خلاني ان انا ما عملش الفيديو ده من بدري ان انا كنت مستني ان التريلرز او التيزرز على الاقل بتاعت مسلسلات رمضان كلها تنزل لان السنة اللي فاتت عاملوا بصراحة او السنة اللي قبلها عاملوا حركة بصراحة ما عجبتنيش خالص فكرة ان هما قعدوا فترة جبيرة جدا ما نزلوش اي تيزر وما نزلوش اي تريلر وما نزلوش اي حاجة وبتدوا ان هما ينزلوا التيزرز وبتدوا ان هما ينزلوا بتوع المسلسل قبل بداية رمضان تقريبا بتلات اربعة ايام ودي حركة بصراحة حركة قرعى يعني من الاخر يا حركة بلدي جدا ما عجبتنيش خالص اللي هو يعني انتو يعني مفروض طبعا على الاقل اشوف تيزر كده صغير بتاع مسلسل عشان اعرف احدد اذا كان هتفرج او مش هتفرج فكون انتو تنزلوا التريلر اا قبل رمضان بتلات اربعة ايام دي بصراحة حركة ما عجبتنيش اللي مستغربوا بقى السنة دي ان هما نزلوا فيه فيه مسلسلات قالت ان هما نزلوا تيزرز وتريلرز قبلهم بفترة كبيرة جدا يعني احنا رمضان تقريبا بتاع اسبوعين تلاتة اا هو اخر الشهر فيه فيه مسلسلات نزل تيزرز وفيه مسلسلات نزل تريلر فده شي كويس عشان نلحق نشوف اي حاجة وحاجة تانية علشان برضو مش حابب ان انا اعمل فيديوز كتير قوي ان انا اعمل فيها تريلر رياكشن واتمنى بصراحة ان الحلقة دي بعد بعد ما راجعت اعمل فيديو اتمنى ان انا مالبس كوبي رايد كليم بعد اذنكو يعني انا عايز ابص دلوقتي عالقايمة انا افتح القايمة دلوقتي قدامي فيلا بينا نبص اوكي عندنا مسلسل ده بتاع محمد سعد محمد سعد هيرجع مسلسلات رمضان اوكي حسام داغر ما شاف اي حد فيه محمد سعد مين تاني اصلا في الكاست مين الناس دي يا جماعة ماشي معا علينا مسلسل التانية جميلة ريام حجاج راجعة تاني بمسلسل ليدي ما عرفش ليه برضو انا نفسي افهم مسلسلات ريام حجاج مين بيتفرج عليها يعني انا مع كامل احترام ريام حجاج بس انا نفسي اعرف بجد مين بيتفرج على مسلسلات ريام حجاج يعني ما علينا يعني اه زي خليكم متفقين معايا ان انا على الاقل لحد دلوقتي انا مش متفقل مسلسلات رمضان يمكن لما اتفرج على تريلرز او تيزرز اغير رأي يعني مسلسل التالت عندنا اسمه الف حمد الله عالسلامة ده مسلسل بتاع يسرى وصروت وشايماء سيف مينس سيد انا مش شرقاوي تعمل بوستر كده وش هو مسلسل كاميدي من اخراج عمر صلاح آآ السنة الفات برضو كتا عاملة حاجة كاميدي كده كتا مع غدا عادل وما يكساب انا ما شفتش مسلسل بتاع السنة الفاتل بس في كتير قاله ان هو لزيز يعني تقريبا ان كان اسمه حز سعيد ولا مش عايب كان اسمه ايه احلم سعيدة احلم سعيدة افتقرت عندنا الجزء التالت لي مسلسل المداح بتاع حمد اهلال انا ما شفتش ولا وان ولا توفى بصراحة مش مهتمة بمسلسل المداح في عشاق لمسلسل المداح بس انا طبعا ما طبيعتهش وانا بصراحة مش هتفرج على ستين حلقة يعني ولسه في تلاتين تانين فاته بتتكلم لسه في بتاع تسعين حلقة فهلا مسلسل بعديه اسمه ستهم روجينا عاملة ليدنج اكترس برضو في مسلسل الواحدة اسمه ستهم مين امير صلاح محمد عبدالحافز السنة اللي فاتل برضو كانت عاملة مسلسل تقريبا على معظم اللي قد طلع فيه يعني طلع بتوه كاراكترز اللي هو كان تقريبا متصور في اسكندرية برضو ما اعتقدش في حد تفرج عليه نانسي صلاح امير صلاح لا برضو راوف عبدالعزيز المخرج يا جماعة ده سره الباتع اوكي احمد فاهمي احمد صلاح السعداني ماشي شمس الكويتية ده اخراج مين ده اخراج خالد يوسف اوكي خالد يوسف رمضان تمام آآ ماشي نحط الى حد المال مسلسل ده على جنب مش عشان حاجة بس انا اعجبني ان هيبقى فيه فاهمي وصلاحي او احمد صلاح السعداني وحنام مطاوع ياسم فاهمي اوكي شوية بس تمام هلا صدقي رمضان كريم الجزء التاني انا اتفرجت على الجزء الاولاني انا اعجبني فشخ المسلسل ده بحبه جدا 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 يعني بس طبع مش حابقى نفس الكاست اللي انا اكيد حابقى فيه ناس ماتت السيد محمود الجندي تقريبا الله ارحمه وتوفى السنة اللي فاتت ولا السنة القبل اللي فاتت تقريبا مش حابقى في المسلسل سيد رجب بايومي فواد سلوى عثمان صبري فواز محمد لطفي احمد صيام لا فيه ناس من الجزء الاولاني كريم عفيفي اه شريف حسني نجلقى بدر فيه ناس من الجزء الاولاني ماشي بس طبعا ما فيش روبي وما فيش شريف سلامة نفس الناس بتاعت سنة اللي فاتت اريام عبدالغفور محمد محمود صار صايغ صح انا كل الناس دي انا كنت نسيها يعني بصراحة يعني الواحد برضو زعل الناس دي كلها برضو مش موجود يعني هل حيبقى اصلا زي بهم مخرج سامح عبدالعزيز نفس نفس المخرج وتاريف احمد عبدالله هل حيبقى زي الجزء الاولاني الله هو اعلم بصراحة مش عارف ليه مش مش حس ومش حيبقى زي الجزء الاولاني يعني هنشوف اه مسلسل بعد كده عندنا حضرة العمدة بتاع روبي سامحة ايوب محمود عبد المغني يعني ما اعتقدش ان هتفرج على حاجة روبي بصراحة عادل اديب المخرج اوكي تأليف ابراهيم تعليف ابراهيم عيسى اوكي ماشي بس اه لا ما اعتقدش يعني جعفر يا ده عندنا عندنا حضرة العمدة وعندنا جعفر العمدة اوكي محمد رمضان في مسلسله الجديد اه العمدة طبعا محمد سامي اوكي تأليف واخراج محمد سامي طبعا مش عايزين اه يعني مش عايزين نقول ان هو طبعا حيطلع هو المحبوس وابو اللي توفى في اول عشر حلقاته وهيخش السجن وبعجاع رخه وينتقم اكيد نفس بتاع كل سنة يعني وبس برضو بتتفرج بس انا السنة دي ما اعتقدش انا هتفرج على محمد رمضان حتى لو ممكن يبقى حلو مش عارف يعني اكون صراح معكم مش عارف لسه لان انا السنة اللي فاتت لبست في المسلسل اللي كان اسمه المشوار يعني بجد كان واحد من اسوأ المسلسلات انا شفتها مش في رمضان اللي فات بس كان واحد من اسوأ المسلسلات اللي شفتها في حياتي يعني اه معا مين معا زينة هلا صدقي ايمان العاصي انا فضالي ما يكساب منزل رايحانة بحب منزل رايحانة اه بيومي فوقات برضو احمد فاهيم اش عارف عايز اشوف التريلر الاول عايز اشوف التريلر اتمنى منزل رايحانة يكون معاه في المسلسل ما يكونش مجرد بس دف شرف يعني كيه عندنا مسلسل الاجهر الاجهر ده ياسر سامي ده مين ياسر سامي انا اسف مين ياسر سامي ده اخو محمد سامي ولا مين ياسر سامي ياسر سامي اوكي ده مخرج مسلسل النهاية ونصر السعيد اوكي طب حلو تمام انا معالش انا ما كنتش فاكر مين محمد سامي ده بس سوري ياسر سامي تمام تمام الاجهر ده مسلسل بتاع عمر سعد تقريبا ده نفس بتاع مسلسل بتاع السنة اللي فاتت اللي هو كان توبة ده هو تقريبا ده حتى نفس البوستر يعني صح? عمرو سعد دورة سيد رجب خلد الزكي نهد السباعي سارة سلامة على فكرة نايس كاست. اه عرف عبد الرسول احمد صفط بحيب احمد صفط احمد مجدي اه نور النبوي ابن خلد النبوي مصطفة بصرية عمرو عبد الجليل. بس ده انا مش فاهم ده ده لتر لي حرفان شبه مسلسل بتاع سنة اللي فاتت. يعني هو حرفان نفس ونفس البوستر فما فيش اي حاجة جديدة تضافت يعني بس تمام يعني هنشوف. مسلسل بعدية عندنا مسلسل اسمه مذكرات زوج. ده بتاع طارق لطفي. وغالبا شكله هيبقى مسلسل او مسلسل تصنيفه عائلي مش هيبقى مسلسل دراما بقى زي كل سنة. مخرج تامر نادي. مخرج تامر نادي يا جماعة اللي كان عامل مسلسل المنتهمة وكان عامل الكبير. الجزء الرابع والخامس اه تالت والرابع والخامس. اه هو كان المؤلف سوري كان هو المؤلف. اخراجيا اخراجيا تقريبا ده العمل التاني دي. اه المتهمة كان اخراج كان هو العمل في المسلسل المتهمة. وده هيكون اول اخراج لي. الكبير الجزء السابع وده اكتر مسلسل انا حرفيا يعني ام ويتينج فور. اه طبعا ده بكل تأكد الكبير الحاجة الوحيدة ان انا كنت عارف ان هي هتبقى موجودة على فكرة. اه ده الكلام ده كان من السنة اللي فايتت كمان يعني عارف ان هو كان فيه كبير بالسنة دي بالفين تلاتة وعشرين يعني دي الحاجة روحيدة كنت تعرفها فعلا. كبير الجزء السابع. اه نفس طبعا نفس الناس انا مبسوط ان هو نفس الناس طبعا رحمة احمد مربوحة. اه سلام اه بعد كده عندنا اشرف. وعندنا اه سمنتة كبيرة فحت. نفس الناس نفادي انا بحب نفادي فشخ وبحب اللي هو تبازل هو ليعو. محبه جدا النفادي. محبه جدا بصراحة اضافة اضافة للكاست بصراحة ممتازة يعني. اه ما كنتش متوقع ان انا طبازة ونفادي لتين دول بالذات ومربوحة تلاتة دول بالذات ان انا من سيزن واحد بس يعني اتعلق بيهم يعني واعجبوني جدا. تحس ان هما كانوا قريدي مع انا من من زمان يعني. المسلسلة عندنا بعد كده اسمه رشيد. ما عرفش رشيد ده ايه ده محمد ممضوح? ده محمد ممضوح. اوكي رهيام عبدالغفور محمد ممضوح سيد رجب خالد كمال تامر نبيل صالح عبدالله هلتصدقي ايه مسلسل ده? غريب اول مسلسل ده. اه اتمنى ان تلت تربع المسلسلات السنة دي اتمنى ان هي تبقى خمساشر حلقة بصراحة لان مسلسلات تلاتين حلقة الموضوع بيبقى صعبه كتير يعني. يعني مسلسل انا بقيت يعني انا بالنسبالي الموضوع بقى بيبقى صعب حتى على ناتفليكس لما بفرج على مسلسل تمن حلقات او عشر حلقات. ما ما كملهوش يعني في الموضوع بيبقى عارف انت الدينية عشر حلقات تتسع حلقات كده بقى تمام اوي. مسلسل اللي عندنا بعدين هو مسلسل اسمه درب نار وهو بتاع ياسمين عبدالعزيز واحمد العودي نفس الكاست بتاع السنة اللي فاتت اللي كان هما الاتنين مع بعض كان عاملين مسلسل اسمه المالوش كبير افتكرت. المالوش كبير. اه ده ما اعتقدش هتفرق عليه اصلا وما اعتقدش هتفرق على مسلسل بتاع السنة دي برضو. اا ياسمين عبدالعزيز احمد العودي انتصار يمان السيد سوري المرشدي بدريا طلبة يا عبدالخالق. لا مش عارف مش مش شديدني خالص والبوسترز اصلا بتاعت مسلسلات السنة دي مش قدي كده. اا هو هو مين المخرج? اا مصطفى فكري هو هو نفس المخرج بتاع مسلسل بتاع السنة اللي فاتت اللي مالوش كبير وبعد كده او نحب تاني ليه? السفارة اوكي احمد امين. ده ممكن اتفرج عليه. من غير ما شوفت الريلور اصلا. احمد امين طهتسوقي نايس. حتم صلاح. نفادي. حمود البزاوي نعم سالوسة. رمضان حريقة محمد رودوان. اوه انا لحد دلوقتي انا ما عملتش ريفيول اا لحد دلوقتي ما عملتش ريفيول للمسلسل بتاع اسمه ايه ده? اا اا موضوع عائلي. الجزء الجزء التالت. انا ااسف انا ااسف. هحاول اعملو ريفيو انا ااسف. اوه فيه كمية حلقات عايز اصورها يا اخي والله العظيم انتها فيه بتاع فول اربعين حلقة عايز اصورها اكسم بالله. اا مسلسل اسمه وعود سخية. يعني اصلا وعود سخية. اا حنا مطوع عبر صبري سمح انور البرودي نوضي للشافعي. حسني شكة عبدالعزيز مخيون. اا لا. لا ما اعتقدش هتفرج عليه. مش الاسم مش 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 شددني والكاست مش شددني مع الاسف. على الرغم ان انا ببعش حاجة اسمه احنا مطوع. ومحتاج اشوف تريلر زي جماعة. محتاج اشوف تريلر زي لو بعد كده حدس ايدي. يعني عشان برضو يعني بصراحة مش عايز ازلم مسلسلات. اا ممكن تطلع حلوة وانا بقول عليها مش حلوة ممكن تطلع حلوة يعني. اا عملة ندرة ده مسلسل نيلي كريم جديد ده انا كنت مستنى نشوف حاجة تانية جديدة لنيلي كريم. نيلي كريم جميل سليمان كامال ابو الرايا احمد عيد. احمد عيد مع نيلي كريم. واو. انا شاري. جمانة مراد فريدة سفر النصر. محمد لطفي. مريم الخشط. ناديا موسى. اوكي. لا انا بصراحة شاري. ده تقريبا اا حيبقى في الصعيد. وحسن الموضوع حيبقى ليه علاقة بقى بريفنج بقى وبطار وبتاع ونيلي كريم شكلها طالعة كبيرة. شكلها حيبقى جامد. ومحمد اا متحت العدل بقى محمد جبال العدل. العدل جروب. الكتيبة مية واحد. الكتيبة مية واحد ده تقريبا بدل مسلسل الاختيار بتاع السنة اللي فاتت. فهو تقريبا خلاص كده مفيش مسلسل الاختيار فحيبقى فيه مسلسل تاني اا الكتيبة مية واحد عمر سلامة عمر سلامة مين? محمد سلامة المخرج محمد سلامة هوز محمد سلامة اشانا مش باكر. محمد سلامة. مين محمد سلامة? راجعين اه السنة اللي فاتت كان عامل راجعين يا هوى. اه ما شفتهوش معها للأسف. راجعين يا هوى وكان عامل مسلسل موسى اللي انا اتركت عليهم بصراحة ما عجبنيش. وكان عامل لما كنا صغيرين برضو ما كانش قد كده بالنسبة لي. اه كتيبة مية واحد عمر يوسف فاتح عبدالوهايب عحمد صلاح حسني وفق عامر وليد فواز. اكيد ويش 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 حيبقى فيه نجوم كتيرة جدا. اه كديوف شرف في المسلسل ده. حاجة هتبع حاجة زي الاختيار يعني. مش عارب برضو هتفرج عليه ولا لأ. انا مستغرب ان عمل زي ده هو سينيرجي صح? سينيرجي اه. ما عرفش ليه بس حسيته المسلسل ده ممكن يبقى بيتر ميمي قوي يعني بس هو لا ام هو مش بيتر ميمي. وده شيء غريب جدا ان هو مش بيتر ميمي. بيتر ميمي مفروض كان هو يعمل مسلسل اسمه الحشاشين تقريبا. كان مع كريم عبدالعزيز. بس سماعت ان هو تلغى او تأجل حاجة زي كده. مسلسلة عندنا بعدين اسمه سوء الكانتو. حسين المنباوي. انا بحب حسين المنباوي كاخراج. حسين المنباوي ده يا جماعة. اللي كان عامل سنة لفاتت جزيرة غمام. بصراحة مش عارف ازا كان جزيرة غمام ما عيطت له احلى مسلسل السنة اللي فاتت ولا كانت كبيرة. انا مش عادر افتكر. بس هو كان جزيرة غمام كان من احلى مسلسلات السنة اللي فاتت يعني. بنسبة لي على الال. اه اوكي ده 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 بيكي بليندرز اوكي ده امير فوكن كارارو صح? ده امير فوكن كارارو فشخ بقى. انا انا محتاج اشوف الفتريلر بتاع المسلسل ده. محتاج بجد اشوف ان تريلر امير كرارة مية عز الدين انا واحد من الناس اللي كنت معترف ومحبش مية عز الدين بس انا السنة اللي فاتت بصراحة عمرت جزيلة غمام وانا بصراحة يعني دورها مش عجبني دورها عجبني فشخ كنتش متوقع عن الاداة ده كان ممكن يطلع من مية عز الدين بصراحة يعني لان انا يعني تجربتي مع مية عز الدين كافلام ومسلسلات وقفة عند عمر وسلمة وشي كمارا وايازنه والحاجات دي كلها ممكن بقت يعني تمثليا بقت احسن بعد كده في مسلسلات اه عملتها هي كتستاند الون بس سنة ما كنتش بتفرج عليها يعني كان في مسلسل كتا يطلع فيه محجبة وبتاعه بس سنة ما كنتش بشوف المسلسلات يعني بتاعتها بس سنة اللي فاتت كتفجيتني فاشخة يعني امير كرارة مية عز الدين فاتح عبدالوهاب محمود البزاوي صراحة جبيل مها نصار عبدالعزيز مخيون كمال ابو راية احمد محتاج اشوف بتاع المسلسل ده محتاج اشوف الكست شكله جامد سالة الامام خالد النبوي ده تقريبا ده المسلسل اللي كانت اعمل عليه بروباجاندا في اخر فترة اللي كان لياه علاقة بالامام الشفعي تقريبا يعني هو ده اه هو ده محمد ابن الان الشفعي اه هو ده اه مخرج المخرج مش مصري اسموه الليس حجو ما عرفش مين الليس حجو ده اه خالد النبوي ندال الشفعي خلد انور اروجودة سالما بوديف محتاج برضوش فيلتريلر ده اتمنى بصراحة اه تفتكروا حيبه جامد انا حس ان هو كبرودوكشن حيبه جامد المسلسل ده حسه ارواح خفية مين ارواح خفية ابرى من نشأة مخرج سومال خشاب الندال الشفعي هو الندال الشفعي تعريبا طلع في مسلسلات رمضان كلها السنة دي اه هو اللي حيقش يعني هو سومال خشاب بصراحة لا انا اسف انا اسف انا اسف ايه ده معلش شكله رعب ده رعب ارواح خفية والبوستر شكله كده تسويك واشهارة اشهارة اثارة معاليا اسف علاقة مشروعة اه علاقة مشروعة ياسر جلال مية عمر داليا مصطفى مراد مكرم اوكي بسان شاوقي ميمي جمال ليه مية عمر ليه مية عمر انا اسف انا اسف انا بقول كده بس مية عمر يا جماعة لا انا بتعرفش تتمثل والله ما بتعرف تمثل انا بالنسبالي مش شايفة ما بتعرفش تمثل مع كامل احترام ما تكون في ناس تانية شايفين انا بتعرف تمثل بس انا بالنسبالي مية عمر ما بتعرفش تمثل يا جماعة انا اسف يعني ماحتاج أشوف الترييرر برضو بتاع المسلسل ده. أنا المسلسلات اللي كان يسر جلال كان بيعملها في آخر كم سنة بصراحة ما كانش بالنسبالي قد كده. اللي هي كان بيطلع فيها اللي هو كان لمسة اكتاف وآآ ورحيم وآآ لمسة اكتاف ورحيم وكان تقريبا كان فيه مسلسل تاني سنة كده عايز اشوف الاسم معلش انا عشان مش متذكر لازم افتكر الاسم. آآ انا مش بتكلم على الاختيارة انا مش بتكلم على الاختيارة انا كانت عملت من اول الفين وطمانة. زل الرئيس. زل الرئيس ما شفتوش. ده عايز اشوفه. لسه راسعة ما شفتوش. عايز اشوفه. رحيم لمس اكتاف. الفتوة دل راجل. الاربع مسلسلات دول بصراحة ما عجبونيش. خالص. بالذات اسمه ايده الفتوة. الفتوة كنت متوقع منه حاجة جامدة. آآ طلع بصراحة لا انا ما عجبنيش للأسف. بابا المجال مصطفى شعبان ساوسن بدر نسرين امين رياض الخولي بسم سامرة جمانة مراد عرف عبد الرسول محمود حافز محمد نجاتي وما هي محمد نجاتي لسه يمثل اسمه ابراهيم بقى شكله جامد المسلسل ده ما عرفش ليه. حسوا كده. حسوا جامد. ده المسلسل ايه كوميدي? ولا المسلسل ايه ده? مش مكتوب الجنر بتاعه ايه? مش عارف. بس الكست على فكرة هيبقى جامد قوي يعني انا عجبني وصف شعبان سرين امين بسم سامرة. محمود حافز. الناس دي تمثلها جامد يا جمان. اه حرب الجبالي حرب الجبالي صحيح? حرب الجبالي. اه احمد رزق ساوسن بدر ياد الخولي سالح عبدالله فاردوس عبد الحميد احمد عزمي نسرين امين هيبا مجدي احمد خلد صالح احنو بالنسبة لي مسلسل ده اوت بصراحة. من غير ما حتى ما شوف تريلر حتى. اه 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 ا عندي احساس على الرغم ان المسلسل ده ممكن 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 يطلع حلو بس معتقدش حد هيتفرج على المسلسل ادوار بطولة ليه احمد داش هودا المفتي علي قاسم يعني انا اسف يعني انا بحب علي قاسم على فكرة بحب تمثيله هودا المفتي لأ يا جماعة مش ممثلة قوي يعني بصراحة كمقون يعني احمد داش ييجي منه طبعا بس مش ما يشيلوش مسلسل كامل يعني مش عارف مش محتاج اشوف انتريلر برضو شكرا هاي بقى سو اه كامل العدد كامل العدد اه مسلسل بتاع دينا الشربيني اوكي خلد الحلافة المخرج دينا الشربيني شريف سلامة سعاد يونس نايس اه سماحة الجيهان الشماشيرجي بصفة درويش تميم احمد كمال محبة احمد كمال اه بتاع طروب الميسة جماعة اه مش عارف مفيش اي تريلر تيزر صورة حتى بوستر مفيش اي حاجة مسلسل اخير بتاع دينا الشربيني تقريبا كان بتاع السنة اللي فاتت او السنة اللي قبل اللي فاتت اللي هو بتاع الازياء لازم اجيب اسمه ما عجبنيش خالص للاسف ما عجبنيش خالص اصر ما غير ما اشوف استنى كده اصر اصر حاجة اصر النيل اصر النيل كان سنة فاتت صح؟ كان سنة فاتت او لا ده كان السنة قبل اللي فاتت السنة اللي فاتت كانت صح المشوار مع محمد رمضان ما عجبنيش برضو ما فرق ما فرقش كتير يعني الهرشة السبعة يعني الهرشة السبعة هرش سكراتش يعني هرش ايه جاء فعلا كده ولا ده ايه ما شو يعني الهرشة السبعة اخراج كريمش كريمش النوي ده بتاع قبيل صح؟ انا بحب كريمش النوي قبيل وخلي بلقك من زيزي تقريبا نفس الكاست بتاع السنة اللي فاتت تقريبا نفس الكاست بتاع السنة اللي فاتت مين موجود اه بابابا امينة خليل محمد شاهين علي قسم اسماء جلال عيد الرياض محمد محمود ايه مدرش اده ما غير محمد ممضوح تقريبا يعني بسيء مشوفتش مسلسة بتاع السنة اللي فاتت للأسف يعني اه ماشي لا محتاجة اشوف تريلر برضو تحت الوصاية مونازاكي دي سا تحت الوصاية مونازاكي دياب نسرين امين منصار خالد كمال علي الطيب سرعة جبيل احمد خالد صالح نوع عبدين عمر شريف ده اللي كان عامل تقريبا برا المنهج تقريبا اسمه خلنا كده اه هو برا المنهج ده عايز اشوفه برنولي سنشفتوش للأسف اه اوكي هو ده المسلسل اللي كان من كم يوم كده يبقى لهم فترة كانوا عملين تاريوه على مونازاكي وبتاع ومش عارف ايه ايه اصلا شكلها ومش عارف عامل ازاي وبتاع خمسة شرح حلقة نايس مش عارف تقريبا هو ده اللي كان اوزدوهم الناس حالي مش عارف هم ما شافها وممكن يكونوا شافوا حاجة في الترايلر انا مش عارف بصراحة اه تغيير جو منا شلبي يا ادنصار احمد مالك شيرين مجدا زكي اوكي رومانسي ليه رومانسي انا كنت افتقرتو حاجة مسلا بتاع عاجبني كان كان ممكن يطلع حاجة منا شلبي يا ادنصار احمد مالك مجدا زكي راجعت تاني اتمثل نايس كنت احمحتهاك حاجة كده ليه رومانسي ليه رومانسي ماشي يمكن افتقرتو ما عارفش اللي جا حستو في دماغي كده مسلسل ممكن يبقى اه اه بتاع للأسف بقى ده المسلسل الوحيد اللي انا كنت فعلا بجد لان انا شوفو اللي هو بطن الحوت بطن الحوت للأسف مش هيتحمل في رمضان السنة دي المسلسل على فكرة الكاس بتاعه الجامد فحت يعني بسم صامرة محمد فراج اسمها ابو اليزيد عبدالعزيز مخيون بسمة يوسف عثمان اه حسام الحسيني انا كنت اتمنى كنت اشوف المسلسل ده يعني انا مش هعارف ليه طلع من مسلسلات رمضان السنة دي يعني حاجة بصراحة تزعل بجد يعني كشف مستعجل عندنا مسلسل اسمه كشف مستعجل بتعملين ده شكله كوميدي من اسمه هو كوميدي كوميدي صح? مستفى خاطر محمد عبدالرحمن توتة هنادي مهنة صح يا جماعة هو فين المسلسلات الكوميدي هو مش مفروض انا مش شاف اي حاجة كوميدي انا مش شوفش اي حاجة لحد دلوقتي على معتقد يعني انا مش شفتش ولا مسلسل كوميدي هو ده بس ده فين مسلسلات اه والصفارة والكبير صح 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 الصفارة وكبير بس يا جماعة معلش رمضان احنا كنت متعاودين دايما مسلسلات بتبقى كوميدي افلام مسلسلات كوميدي بالعبيد يعني كان بيبعد فيه بتاع خمس ست سبعة مسلسلات والله كوميدي يعني انا فاكر بس انا بقيض بحس ان كلما بنقدم في رمضان بتاع السنة اللي بعدها مسلسلات الكوميدي عمالا بتقله يعيه السنة اللي فاتط كان في ايه كوميدي اصلا الكبير تقر definitions كبير بس اصلا ما علينا عندنا مسلسل اسمه جات سليمة دي دنيا سامير غانم ده كوميدي اوكي اي نيد تو واتش ده تريلر اوك مش كان فيه كان فيه مسلسل اسمه عدم موازي تقريبا كتاهم افروض تعملو ما تعملش لحد دلوقتي او ما نزلش اصلا لحد دلوقتي معرفش ليه اسلام خيري ده جماعة اللي كان عمل الكبير وان صح ده اه هو ده اسلام خيري اللي كان عمل جمجوم وبمبم كمان طب نايس اه ما عايز اشوف التريلر فرق سلام محمد محمد سلام دونيا سامير غاني محمد سلام هلا فاخر بقيوم في وقت سلوى خطاب نايس نفس الكاست بتاع اه جنلي وشيريهان مش عارف اذا كان هلا فاخر هلا فاخر مش عارف انا بحب هلا فاخر بس مش عارف اذا كان ممكن تلي في مسلسل زي ده ولا لا يعني تقريبا 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 طاشماطاش تسعة تاشر لأ شكرا مش اهلا لمسالسلات خلصت اجمع LS للمسالسلات اللي نزلت اتمنى ان انا قليل حاجات حلوة في واتمنى مجي لش مت额 من الاخر يعني في المسلسل في الحلقة دي يعني. فيلا بينا نشوف بتوعنا هنشوف ايه اول حاجة هتطلع معانا وايه انا اعمل لها على طول اول اه هنعمله هو مسلسل الكبير الجزء السابع ده اول حاجة لقيتها في وشي اه الاعلان الرسمي فهو فهو يعني المسلسل اللي حيب معانا جماعة بص عشان برضو طبعه عارفين انا بنعملها ازاي او بنلعب ازاي لو المسلسل نزل اه ليه هيبقى معانا او مش معانا من الاخر لو نزل له تيزر ممكن في حالتين ممكن يبقى معانا علشان حسيته اللي ممكن يبقى مسلسل كويس ولو تيزر مش حلو برضو مش عايز اركنه قوي يعني حابب ان انا اشوف الاول بتاع المسلسل اللي نزل له بس تيزر عشان من خلالها احدد اذا كان عدف راجع مسلسل ده ولا لا عشان ساعات 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 الاعلان بيبقى ظالم جدا للمسلسلات وفي الاخر المسلسل اللي بيتلا حلو وعلى فكرة مسلسل السنه اللي فاتت بتاع الكبير الجزء السادس التريلر كان في منتهى السخافة وفي منتهى وفي كان وحش فش tile итоге المسلسل متع مسلسل الكبير بتاع السنة كان وحش فش لما جيت متفرقة على المسلسل نفسك انا بتقريبا على معطقت يدي له احسن المسلسل السنه اللي فاتت لما تاخدني الزاكرة يعني تقريبا فاتمنى التريلر ده يبقى حلو ده اول تريلر معنا فهو هيبقى معنا الكبير او لا فاتمنى ان هو يبقى معنا لان انا بعشق المسلسل الكبير يعني يلا بينا او ده التعقيد حسوفه بتدين ما اني بقيت رئيس النادي جديد فنا قررت تغيير اسمه لنادي الماظريدة او في سين فورة الخادر خلق عالحاودي يا والا الحاودي حط السمول بالتوابل وكذب عليه كمول بلد ردربوا ليه فرصة يا كبير نطلع فيه البد انا ارشي اسم الكريم ايه باد ودولنا عن كل السوبر هيروز انا ايه لي باتماني انت شكلك عثماني هو يبطب ايه يبطب نانا والميه عندي قصة جميلة فيها موح صمعونا تحيا معك انا الوحد عشان تتخذ تتخلع على هرقابك لو جامت حرب الدنيا وكذبيني بنتشجع كل اللي جاعدين في الحفل فدالين دول هيموتك اوكي التريلر مش وحش حلو شغال مش بس بصراحة كتريلر مش كمسلسل كتريلر احسن من بتاع السنة اللي فاتت التريلر بتاع السنة اللي فاتت كان وحش قوي معرفش ليه اكتر حد اتبسط ان انا شوفته في التريلر ده هو انا فادي يعني معرفش ليه احسست ان هو اكتر واحد اتبسطت فعليا بجد ان انا شوفته معرفش ليه اه فزاعة مكنتش عارف ان فزاعة هيرجع تاني انا افتكرت ان هو مش هيكمل يعني اه او في علاقة مرسي كمان برضو تقريبا هيتلع تقريبا هيتلع دي في شرف لا بس اوبر اول انا مبسوط اه وطبعا معانا النقطة بتاعتنا كالعادة انا بحب اكتب وراه وقلم فالمسلسل الاولاني اللي حيبا معانا السنة دي هو مسلسل الكبير اوي الجزء السابع ده اول مسلسل عملنا له تريلر ري اكشن معانا وهو اول مسلسل حيبا معانا في رمضان السنة دي معرفش هتفرج على كام مسلسل اكون صراح معاكم بس اتمنى ان انا متعداش الخمس مسلسلات ده كده بالنسبة لي يا جماعة ممكن بالنسبة للناس تانية ده قليل قصدي كتير بالنسبة لي ده ده ولا حاجة احنا بدقين هوم سينما من الفين وتساعتاشر انا في الفين وتساعتاشر على ما اعتقد لما كنت جيت اول سنة عملت فيها ري فيوز مسلسلة رمضان على ما اعتقد كنت عامل اكتر من كم مسلسل اكتر من خمساشر مسلسل فقيت عليه ولا اربعتاشر مسلسل لا انا حرفين ما كنتش بقوم يعني ليه تريلي ما كنتش بقوم آآ المسلسل التاني يعني انا عمله وهو برضو فهو ثلاث دقائية ده كبير قوي برضو حيبقى فهو من الاخر حيبقى يا اه يا لأ من الاخر يعني مش مش بقى اللي هو عارف لسه حننشوفه طالما فحننصيد على طول يا اه يا لأ وهو مسلسل اسمه سر الباطع وده بتا عحمد فهمي واخراج خليد يوسف فيلا بينا نشوف التريلر لما الغضاء هجموا على مصر امنهم السلطان حامد وقالوهم الله ما تدخلوا الا على بسلسل انا حامد يا لابليون بدت بدت يا حامد فدت احنا تولاد يا ابني لأينا المهام موجود البناء الناس اللي يحفروا بالمهام بول يدوروا على قيمة فيك الورقة في شكلها من ايام الحملة الفرنسية في الورقة فيها شوي جراج خاولت تحلها عن طريق بحث وكبير تلفت اندجيت لسلطان حامد بس اللازم مش هتتحرك اللي عشان بتتنس يا عائل اللي بتوحفر دي لازم تجيبوه مبأي تمن ممكن يكونوا لها الحاجة اللي احنا بندور عليها الكباب كلها ثلاث من جحورها في عملية الهابية يا فسي العركة دي ما تخصها العركة دي اخواننا تخص المملي ازاي هنسيب اهل بلدنا ينضبقوا قصاد عينينا واحنا سكسين حال انت يا صافية اناني وانت بجربة احبك يا حامد الصورة دي وايك انا بحبها كاينها من دنيا انا ما عاشت تصير حظي ما حدش مسؤول عن هو حظي من احنا بنتكفي على وشنا ما عاشتني غالي حامد ما صيره معروض ايه قصة الحب الخلوة دي حامد دا بس هيجيبها البارد حامد دا بتاعك يا رابد لقد امرنا الله بالجهاز احنا حامد دي اثار كلنا قطعنا اصلاعنا ودقينا الوشه ده كلنا بقين حال تنعيب عن المسيه وراهم قويين صحيصها ليه انت صور دا المحاسس بذات نفسه بيسلمه فالتلافون دا بتاعدي وانا الشايور دا بتاعدي وانا الشايور كنت لازم تسأله عن الارتدي قبل ما تيجل تشوفه تحنى فيها كم معسدي ودفلنا فطراب هتام صور لو مصر ضايرت هويتها ما حاجش هيعرف يرجع حساني مصر ايه دا يا لهوي ايه كل دا تريلر يا جدعان تريلر آآ كبير قوي انا مش عارب بالصراحة يعني مش عارف صراحة هو المسلسل الشكلة هيبقى حلو بس حسوا هيبقى دسم قوي عارفين انت المسلسلات الدسمة يعني مش عارفة جميعا صعبة قوي يعني تحسوا المسلسل تقيل قوي وملحمي قوي بزيادة وحاسس ان قريدي بصوا حقول لكم على حاجة انا عايز اشوف الاول مسلسل سوء كانتو تمام؟ لان المسلسل سوء كانتو برضو حاسسوا هيبقى مسلسل ملحمي وتقيل وقصة وبتاع وعصر تاني غير العصر اللي احنا عادين فيه فانا هحط المسلسل ده عالجنب 50-50 صراحة يعني هحطه جنبي كده 50-50 عالجنب حقرنه ما بينه هو وسوء كانتو فواحد بس ما بينه هو وسوء كانتو اتمنى سوء كانتو يكون التريلر بتاعه نزل عشان ادسايد دلوقتي على طول وخلاص فده حقرنه مع سوء كانتو واحد بس بصراحة هدخله مكان مكان التاني مش عايزة حط المسلسلين مع بعض اللي احيبقى عارفين مسلسلات كده الواحد عايز يفسل كده ويدحك ويهزر ويهفن صراحة مسلسل اللعبة انا جاء في دماغي دلوقتي مش عارف لي مسلسل اللعبة مسلسل اللعبة الجزء الرابع ما قالوش ايه حاجة عنه انا مستغرب فاشل اتمنى انتو تقولولي في الكومنز يعني اكتبولي في الكومنز لو انتو وصلت لحد دلوقتي على مسلسل اللعبة فيه اي جديد على مسلسل اللعبة ولا لأ هل حيبقى معنا قصة في مسلسلات رمضان السنة دي ولا حيبقى برة مسلسلات رمضان اه حلو سوء كانتو هو موجود التريلر بتاعه تمام لا هشوف التريلر بتاع مسلسل سوء كانتو وبعد كده هن دي سايد مع بعض اذا كان حيبقى ده معانا ولا سره الباتع معانا واحد بس واحد بس يا جماعة ااسف يعني انت جاي امعلم دلوقتي تكذلي براس مقل اللي بيأكلوا السمك في البحر دلوقتي لا الف سلام على راس ملك من الغرق والنار واي حاجة تكذلي بس انا بفكرك ان الحج حسنين للقماش هيفضت في بيل السوء احساس هابدالله المسلح وبتحسن مزاك بس انت اللي فكرك بالدكانة مع بالعملة ده كله هو ايه طلع سئلة دي وانت حكي مدار السوق تقدر جارتيني سئلة انا اسمي طالق نيش حكي مدار المحروسة كلها طهلا لوك شغلنا ولا بسوك نبتع لهم الدكانة عشان ينسكف اثناء بعضك يا كل يوم انت شاغل بلا في ليل ونهار ده تاني يا اخي رد من ناس حقوقها يمكن ربانا يفتحها علينا قولانا انو هيعيش عشان يندمها هي وعليك وان هو هيزلهم واحد واحد ربنا يتوب علينا من شغلها انجليز دا وعلى ربنا ما يخدهم ناخد احنا منهم اللي نجدر عليهم حددتك متلفاء يا ابن نعسى وما تخلش على عايي الشغير باللفة قلاش انا اطاع انا بخافها بالعريقي حسنا انسان وطي ليش بالحقيقة ما تتبعش سننا ما هو واحد في كل اسمي وانت اخصى على الموت طب اللي احسى ان ابي صلى عليه واسمع الكلمتين دول عشان مش هقوله امتاني اللي هيجي جنب فرشاتي اللي هفتح له ارض قريب قبل الغريب واللي شايف نفسه لسه في عفية يستجرب قصوده اوكي يا جماعة بصوا انا عايز اقول كم تعليه كده سريع اولا انا ما عرفش اذا هو كده الكاستيوم ديزاين متاخد انا حاسس ان هو من يعني بصوا بالزبط من بيكي بلايندرز تمام مسلسل بتاع كيليام ميرفي انا للاسف بيكي بلايندرز ما كملتش مسلسل حد الاخر انا اتفرجت على بيكي بلايندرز اول موسمين ما كملتهوش فانا يعني الناس اللي خلصت او اللي شافت بيكي بلايندرز كله اتمنى تكتبوني برضو في الكومنتز هل هو متاخد منه ولا لا الحاجة التانية بجد اللي لفتت نظري فاشغ في الاخر يعني امير قرارة الطريقة اللي هو بيتكلم بيها يعني معلش ممكن نرجع سنة كده للحتة الاخيرة دي وبعد كده نتكلم معلش بركزه معايا يعني عشان انا برضو مش عايز ابين ان انا بأفور بس يعني لا هو دي مش افورة دي مني بس ده فعلا بجد ممكن نسمع على قد ما بحب امير قرارة بس انا الرفرنس اللي هو بيتكلم فيه او اللي هو بيتكلم فيه او الطريقة اللي هو بيتكلم بيها دي انا يعني كده رجعني لمسلسل حواري بخارست يعني مع كامل الاحترامي اللي عملهو في المسلسل او الصناع المسلسل او اللي كتب المسلسل يعني ما تخنعنيش ان المصريين ايام الانجليز ده اللي انا فهمته المسلسل التاني كان يعني الناس فرنساوية وهنا مفروض الناس انجليز تمام يعني دول فرنسا وهنا انجليز ما تخنعنيش ان المصريين ايام الانجليز كانوا بيتكلموا بالطريقة دي. يعني معاليش يعني يعني ارجعوا كده حتى يعني احنا معلشناش العصر ده. بس من الافلام اللي احنا كنا بنشوفها او المسلسلات اللي احنا كنا بنشوفها في الفترة دي ما كنوش بيتكلموا كده يا جماعة. يعني انا ده تحسوا ما بين حواري بخارست وامير كارارة بتاع حواري بخارست وامير كارارة بتاع حرب كرموز. صحArه انا يا produkt. يعني اتمنى يعني اللي وافقني اكتب لي في القومنز عشان برضو ابقى عارف يعني عشان انا ده اللي انا حسيته بس المسلسل لحد الوقت بصراحة كتصوير شايفه حلو شايفه كويس شايفه يعني الرغم ان المسلسل ده مش عارف اختار ما بين ده ولا التاني بس انا حاسس ان انا كعمر هستمتع بالمسلسل ده اكتر من المسلسل التاني حاس ان التاني حيبتقيل قوي على قلبي او حاسس ان انا المسلسل التاني حاس ان انا هتفرج على فاكرين مسلسل اللي كان اسمه قاهرة كابل حاسس ان هو حيبقى حاجة شبهه برضو بس كده حيبقى فيه شوية جوا يعني حسسني احمد فهمي ورانيا مصطفى كان اسمها ولا داليا مصطفى انا اسف ريم مصطفى حسسني شوية بتاع بتاع ان هم حاطين بتاع الكنز ومشي الكنز وغير بقى حيبقى فيه لممثلين تانين معارفش حسس ان المسلسل ده هو يعني ده حسسن هو حيبسطني اكتر على رغم ان حيبقى فيه انا حاسس يعني ان المسلسل ده حيبقى فيه غلطات كتيرة بس يعني اه اي فيل ديس اس جانا بي باتر يعني من المسلسل التاني الى حد ما مش قوي برضو فاتمنى اكون اتمنى نوعي غير رأي يعني بصراحة مسلسل سوء كانتو هو المسلسل التاني في مسلسلات رمضان السنة دي في القايمة بتاعتنا في رمضان في البيت اه برضو كان طويل اوي يعني ما كنتش متوقع ان المسلسل يبقى بتاعه طويل اوي مسلسل محمد رمضان اللي هو العمدة لو طلع زي ما اتوقعت وانا بشوف الاسامي بتاعت المسلسلات مش هتفرج عليه انا اياسف يعني يلا بينا نشوف يمكن يغير رأي برضو الله اعلم بعض ساعات كده بحث انه هو سفرميه وده امو خزنه اوب عزاج وحيرة بيت يا يا مهلا بي ورايا مسجلة سارة من قلم الرجل بتاعني سرقتيها سرقيا ورحمة امي وابوي انا سرقتها حاجة البيت الله يسامحها يا مولانا بلع تلعامة اتمند على رجميها ما تيجي نسافر في اي حتة رمين مع بعض سافر فيها لبنين شد لها شجرة الارض الحب كله حبيته فيه صلاة وعلكو موزيز يا بيت بحدي واقع جزء كده قب على طول كانت تقولي صور طب انفعت زينا الجراني انت ولك اينا اطلعها بالكتاب حوالي لكن صراحة ده حد عديل اما طربيها اديل صورة وانت ووري حبيبي يا جعفريك ايه ده ايه 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 اللي انا شفته ده جماعة هو ده ده هو المسلسل الكوميدي اكيد في حاجة غلط وبعد كده انا مش شاهمي يعني ايه ده انا حس ان انا شو انا حس ان المسلسل ده يعني هو هو اسمه ايه ده زلزال على على نصر السعيد انا مشوفش حاجة جديدة انا حس ان شف حس ان موضوع مكرر هو برضو ما فهمتش هو متجاوز زينا ومتجاوز مننا فضالي هو فيه ايه يا جدعة امشو مع اي حاجة امشو مع اي حاجة بتحس ان محمد السامي عامل على نفسه للمسلسل اللي كان عامله اللي هو نسل الاغراب يعني نسل الاغراب انا مش شامل زي ده مسلسل دراما انا بصراحة نسل الاغراب ده كان مسلسل بالنسبة لي انا كان كوميدي بجد يعني بتحس ان هو عامل نفس الفكرة تاني السنة دي بس بكاست جديد وفكرة تانية بصي برضو الصعيد ف انا مش فهم انا نوي يكون ده مسلسل ده اوفيشال تريلر بتاعه هو لو ده لو ده اوفيشال تريلر بتاع مسلسل امحمد رمضان السنة دي انا وش مش هتفرج عليه انا حرفيا لتريلل انا مشوفش اي حاجة جديدة هو هو اللي بيتقدم كل سنة فده اوفيشال تريلر وانا بقلب كده لو لقيت اوفيشال تريلر حعمله بس ده لو لا يا جماعة انت كده انت كده راح في ستين ده يا انا اسف يعني بس انت كده ما حدش هتفرج عليك يعني انا لقيت المسلسل بتاع عملة ندرة بتاع آآ نيلي كريم بس ده لأسف هو تيزر وليس تريلر فاتمنى ان احنا نلاقي لو نزل وبعدين اهلاقيته هعمل له برضو المسلسل ده انا مستنيه يعني انا من الكاست عجبني وعجبني ان كده نيلي كريم هتعمل حاجة جديدة يعني اه الدور اللي يزعلنا دايما وكل حاجة بس برضو حيب حاجة جديدة برضو عليها الجو اللي هو الصعيد وبتاع فيلا بينا نشوف التريلر اوكي احنا مفهمناش اي حاجة من انتيزر وحرفين لتريل اا كده ما يمرنش على اي حاجة ااا مستنين المسلسل بتاعه المسلسل المسلسل بتاعه estructural trouble with our buddy ضرورية انا حس Hidden Red ده طبعا الحسن لسوت بتاعه وحيبقى احمد عيد المسلسل ده. الاوفيشال تريلر لمسلسل السفارة معانا احمد امين وانا بصراحة بحب جدا احمد امين. وطبعا محتاجين نتفرج باقي على حاجة كوميدي كفاة ناكد وكفاة كئابة. فيلا بينا نشوف الاوفيشال تريلر معانا السنة دي ولا مش معانا. انا عارف ان هرجع الاني تاني بلايه بالصبت. انا لازم ناخد بالنا قوي مفتح عينينا ونبعد عم اولادنا اصدقاء السوق دول. انا حاسس ان اولادنا هم اصدقاء السوق اللي كانوا اهلنا بيحذرون منهم. احنا عندنا واحد غاوة حمام بنات واحد متنمر والتالت متحرك. تنسى تكلم معاكة موضوع. ما موضوع يعني موحد اعني موحرج شوية. تنفعنا الكلم بوها. اه طبعا ليه ايه 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 لا لا اتفضلي يا ما عليش عودي ايه. الاسطن لي بس لائر دي وبيحسوا بحاجات دي بس تكاروا بحاجات. كورو بحاجات بيتكسوا البكلم فيها مع اهلين ينتفين. ايه انا عشان تاهم دعبهم عامل زي السوتيك ماهما تضغبي منه وتحسش بقى ايه حاجة كأنك ما كالفيش يا ستقال انا حبيب بابا معك و اللعب ايه هو أمر اللي الأمر لله يا حبيب طب ايها اياد ما تسمعنا صوتك سوتيك شرع في الخنامه دي ايه ده مش دفره هم بتعفهم كابريك انا هدايق نفسي للموضوع أبسط من كده انا همسح كل اللي احنا في ده سليك تقول ديليت اوكي جماعة لمسلسل رمضان يعني سبحان الله يعني انا دايما نظرتي في المسلسلات وفي الافلام ما تخيبش انا ايلكم مسلسل ده والله ولا حتى شوفت التريلر ولا شوفش اي حاجة وايلكم مسلسل ده حيبا جميلة فشخ طبعا مسلسل الصفارة وهو المسلسل التالت اللي معنا السنة دي في مسلسلات رمضان والمسلسل ده من غير حتى مشوف المسلسل يا جماعة بصوا من غير مشوف المسلسل مسلسل ده حينافس بالنسبة لي السنة دي على واحد من افضل مسلسلات رمضان ولو المسلسل زي التريلر كده ممكن ينافس الكبير وممكن يعدي كمان يعلي كمان على الكبير الجزء السابع مسلسل اللي انا هنعمل له دلوقتي هو مسلسل اسمه حضرة العمدة احنا عملنا العمدة فده حضرة العمدة ده بتاع روبي بقى فمش عارف في الاسامي بتاعة المسلسلات معرفش لي يعني كرياتيفي مفيش كرياتيفي بربع جنيه يعني كده يعني يلا بينا نعمل تريلر ري اكشن يلا مساهل وهي العمودية دي حاجة مهمة الكل لازم يعرف ان احنا اللي بنوزع الادوار خلعتلكوا ركت يا ولا تتكلم حنمدي ايدنا بالسلام مسلموش مسلم عليهم بالسلاح بقىش كمان انا قصود عقل ودين يتكلم العالم بره هيحددنا وعمر ما حيقدر يستغنى عننا اللي اعرف يخلص يشيل انت عارف بتكلم مين؟ انا حاجبلك حقك ثالث مثالي وين مرجع؟ يا اول عامة لازم يبيعه واحنا اللي هنشتريه لو فتحت موقف بالموضوع دي الثاني بيكلك عيش فيه ده الناس اللي ما تعرفش ربنا دلوان بيضغط بغباوة السم ده تخصص الدقايشة تابعه المهم دلوان لازم نوعها في الاسمارة صفية دي عند حتيه دكتورة صفية عارف الفارس عمدة تل شابول حضرة العمدة ما عارفش مين هيتفرج عليه بصراحة السنة دي بس انا طبعا قوت انا ما فيش نسبة ترقب اصلا خالص نهائي للمسلسل ده الصحيح نسبة رقبي لي مسلسل الكبير انا سيت اقول لعن نسبة رقبي مسلسل الكبير طبعا نسبة رقبي ليه عشرة من عشرة مسلسل الصفار نسبة رقبي ليه عشرة من عشرة برضو وسوق كانتو ستة ونصف من عشرة مش قوي اه في تريلر برضو نزل لمسلسل الامام اللي هو رسالة الامام اللي هو بتاع الامام الشافعي اه ده تيزر وليس اوفيشال تريلر فمش ساعاتها مش هنعرف ما حدد هنتفرج عليه ولا دقى لحد دلوقتي احنا معنات تلات مسلسلات من التريلر اللي احنا عملناها تريلر اكشن الكبير وسوق كانتو صفارة يلا بينا نشوف التريلر مسلسل رسالة الامام ولربنا سلة يضيق بها الفتاة درعا وعن الله منها المخرج من راقب الله رجع ما طار طيل مرتبع الا كما طار وقع اوكي ما فيش برضو اي حاجة مميزة اوي حاصلت في التيزر رحنا معنات تجين برضو نشوف له الاسف اوفيشال تريلر بس انا لو اوفيشال تريلر بتاع المسلسل ده عجبني هتفرج عليه ااااا مسلسل ده حات صحيح بحلو وحينفس جامد اوي في مسلسلات رمضان وكلمة كده مني سيقا لكم هتشوفوا انا متأكد منيو في المياه المسلسل ده حيريت جامد قوي في مسلسلات رمضان السنة دي كمساعدات المسلسل الجاي اللي هنعملهم اسمه مذاكرات زوج اه ده بتاع طريق لطفي اه اتمنى مش هعرف ده هيبقى كوميدي ولا ده هيبقى ايه اصلا فاتمنى ان هو يبقى كويس يعني طريق لطفي السنة في انت عمل جزيرة غمام صراحة كان جامد فشخ فمش هعرف بها هيعلي ازاي على السنة الفترة السنة دي بس غالبا ده هيبقى مسلسل كوميدي او رومانسي مش مش حابة زي جزيرة غمام والكلام ده هلا بيناه تجوزين بقى انا 16 سنة و3 شهور على فكرة اللي انت بتعمله ده اسمه دي كورية سامة احنا جوزنا اخدياري معاش كباري عايز اعمالك تمثال يعني ده هو ربك يا حبيب انا همش هاشرين وللحسوا اني واحد كايني عايش في جزيرة لوحد دي هو انت راجل الشارق ده هيطلع كده ويصور ويطلع وقد عليا دي بقى اخي كل واحد انا عند حب قديمة يمسح بيه البلاطة دلوقتي حضرتك شجعتني ان انا سيب البيت وهو بيقولي ان انا عملت غلط كبير انا اتصرت ازاي دي بقى دوحفة دوحفة اخبار رأسي مارق معايا اهلي اه ماروف عناك انك متحرش وانا مش عايز الوقت السماسي انت رجل عقل ورسي وهي طي لذيب من انه في البحر سمكة سمكة بتزق سمكة طبع الشد واقف ايه بقى اوكي المسلسل بس برضو ما لا ما اعتقدش هتفرج عليه او انا مبسوط ان طاري لطفي اخيرا غير جلده شوية وابتدى ان هو يعمل مسلسل او يغير شوية الجنر اللي هو كان محطوط دايما فيها اللي هو لازم يطلع دور كئيب او دا الدور لازم الدور يبقى جد قوي هو صراحة ممتاز يعني في الدور الجد يعني بس لا يعني يغير جلده شوية المسلسل شكله لازيز وكل حاجة بس لا ما اعتقدش ان انا هتفرج عليه يعني اوكي يا جماعة دا المسلسل برضو على ما اعتقد دا المسلسل الاخير اللي نزله تريلر يعني ما اعتقدش انا دورت برضو اوف كاميرا طبعا اا دورت على مسلسلات تانية فيه تريلرز ليها ولا لا مفيش للأسف مفيش فغالبا تقريبا دا اخر مسلسل هنعمله تريلر ري اكشن النهاردة وبعد ما يخرص هشوف في مكان تاني برضو على اليوتيوب لو في تريلر سانية نزلت ولا حاجة بس تقريبا اشك ان دا اخر حاجة مفيش حاجة تانية يعني نزلت للأسف يعني كان نفسي يعني كان كله ينزل مرة واحدة عشان اخلص بها بصراحة يعني مسلسل اخير معنا هو مسلسل ضرب نار بتاع ياسمين عبدالعزيز واحمد العودي انا كنت قايل من الاول انا مش هتفرج عليه اصلا بس برضو ان انا هشوف التريلر ممكن اغير رأي ما اعتقدش ان دا هيحصل بس برضو يمكن الله اعلم اا يلا بينا نعمله تريلر ري اكشن انا شغل كل حاجة الوحش حتى الطيب في الخاف يقرب مني عشان هنحملي تقيل انا واخواتي السد الببان المفتوحة يبقى بنقصول الطارع دم الدم يا ديك يا فراج وعزت جلالك اللي لو ما بقيتها عن وش يا عطرة للم عليك خلق الله اللي بيأكل من تحت لتحت لازم يسقم القصر شغل الشمال لقصور انا من شبر وبنات شبرى مايتعلمش عليها مش عن امورة جلبي الست دين اللي عنها مليانة مايغوهش القلوان عزك معلاش ليس عليه بنتي من شبرى ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يا جماعة زي ما كنت متوقع بالزبط انا بصراحة انا اسف مع كامل احترام من احمد العوض مع كامل احترام من ياسمين عبدالعزيز انا ببعش حاجة من ياسمين عبدالعزيز بس انا نوعات المسلسلات دي اه ما بيجيش معها سكة خلاص وزهقت منها بصراحة اقول لكم يا بقى على حاجة والله العظيم وانا اعبت اتفرج اكسم بالله لو المسلسل ده لو المسلسل ده كان كوميدي ما بينهم هم الاتنين والله العظيم كان ممكن نيطلع منهم حاجة جمدة جدا وكان حينافس في كوميدي لو هم الاتنين كانوا السنة دي بجد عملوا حاجة بتاعها الكوميدي ونفس الكيميا با بينهم هم الاتنين سنة دي كان اعمل مع بعض اللي مل Rouge كبير السنة دي عملوا مسلسل تاني برضو تقريبا انا حسن هو انا تقريبا حاسس انا اتفرجت على نفس بتاعة مسلسل سنة اللي فاتت يعني بس يعني هو هو والله هو هو يعني ممكن ان تغير شوية احداث بس هو برضو اه هو عايش في حتة وهي عايشة في حتة. وانا ما شوفش بالسنة اللي فاتت اه? هو عايش في حتة وهي عايشة في حتة وبعد كده ابتدى ان هم يتعرفوا على بعضه. وبتحصل احداث المسلسل يقربوا من بعضه ويحبوا بعضه ويهربوا مع بعضه وناس عايز تقتل بعضه. وفيه انت تفهمش بقى فيه طار فيه ناس عايز تقتل هم هم عايزين يقتلوا حد. كمان يعني يا جماعة نفس المسلسل والله العظيم نفس المسلسل مع تغيير شوية حاجاجة يعني. والله لو كانت عامل حاجة ما بينهم هما الاتنين. فانا شايف بالنسبة لي على الاقل كان هيطلع حاجة جديدة او حاجة لازيزة كمان. يعني لان مش يعني مش المعتاد ان هما بيتلعوا في حاجة بس بس انا دايما بحس ان الافات اللي كانت بتطلع ما بينهم دايما بتبقى لحد ما لازيزة وشوفنا ده اكتر كمان في البرنامج بتاع مونش هازلي. فانا شايف من اوجه اتنظر للك هوت عامل حاجة كوميدي حاجة جديدة شوية عن المعتاد اللي بيعملوه اللي هو مش دايما هو هو. آآ لا يعني بصراحة كان ممكن يطلع حاجة كنت ممكن تبقى يعني. آآ ايه ده ثانية واحدة كده جماعة تقريبا في التيزر بتاع مسلسل تحت الوسائية. بتاع مونازكي. فغالبا ده برضو ده تقريبا هيبقى اخر حاجة نعمل لها تريلر ري اكشن للأسف لما فيش اي حاجة تانية نزلت وبصراحة انا متضايق وزعلان بجد حقيقة زعلان لان كنت نفسي اخد المسلسلات كده كلها مرة واحدة عشان ما نعملش حلقة تانية نرجع تاني آآ نعمل تريلر ري اكشن يعني. اوكي يا جماعة ده التريلر او التيزر الاخير معانا النهاردة خلاص اللي هو مسلسل تحت القصاية بتاع مونازكي. فما طبعا مش هندسايد هنتفرج عليه ولا لأ لان احنا قلنا ده مش اوفيشال تريلر. طبعا المسلسل بتاع ياسمين عبدالعزيز ده انا اوت. ما فيش حتى نسبة الترقب ليه اساسا خالص. فعايزين يشوف بتاع المسلسل ده. يلا بينا. انا خويت. اساسا اللي هعملو يا حبيبي والله. ما كانش عدي حلقة تانية. اوكي التيزر مش فهمين من اي حاجة برضو. يعني ممفروض تقول شوية التيزر طيب. حتى جماعة دينه اي هنس دينه اي حاجة. ما فهمنش اي حاجة. بس ما عرفش ليه بالكام مشهد اللي انا شفتهم دول حس المسلسل ده هيبه حلو. آآ بنرجع لموضوعنا بتاع الاول. ما عرفش ليه الناس كان بتنتقد مونازكي في آآ في العمل ده بالذات. ما عرفش ازا كان عشان هي محجبة ولا فانا ما عرفش بصراحة. او يمكن يكون هما شافوا تريلر انا ما شفتهوش. الله اعلم برضو فما بالسنة انا شفته كان عادي انا ما شاف اي حاجة غلط يعني عشان هما يعني كان فيه انتقاط جامد قوي يعني. تقريب عشان محجبة او ما عرفش. ما عرفش كل واحد بقى ودماغه يا جماعة بصراحة يعني انا ما عرفش فكل واحد ودماغه. بس انا يعني انا بقول لكم مسلسل ده هيبقى جامد عم تانية بتعمونا زا كده. اه ومحتاج اشوف التريلر. لحد دلوقتي زي ما قلت خلاص مش هنيامل تيزر ل اي حاجة تانية مش هنيامل تريلر اصدي ري اكشن ل اي حاجة تانية لان خلاص التيزرز خلصوا والا اوفيشال تريلرز خلصوا. فنتراقب بقى الايام اللي جاية اه التريلرز الجديدة والتيزرز الجديدة للمسلسلات. اه اه وللاسف حتطر ان انا عامل حلقة تانية والحلقة دي تولد فشخ انا عارف انا اسف الحلقة دي الحلقة دي تولد جدا وعدت الساعة انا عارف الكلام ده كله بس انا اسف عشان كنت حابب ان انا يعني حط كله مرة واحدة او حط كله مرة واحدة مع بعض في نفس الفيديو بس للاسف هتطرر اعمل حلقة تانية لمعظم التريلرز اللي منزلتش المسلسلات التانية فمعرفش ايه اللي كان لسه فاضل بس لسه فاضل حاجات كتير عامتا يعني اه كان منها مسلسل اه مداح مداح ركيكة ما معرفش عمله تريلر اكشن لان انا كده كان مش متم بيه اكسلانس حمد الله عالسلامة ولا الف حمد الله عالسلامة اه الاجهر اه رشيد اه اه عملة نادرة شوفنا التيزر بس اه اسمه ايه ده مسلسل الكاتبة مية واحد اه جميلة ما اعتقدش هتفرج عليه اصلا مغيره حتى تريلر في حاجات كتير اقول لسه مسلسل بتاع دوني سامير غانم في حاجات كتير لسه منزلتش عشان كده انا بصراحة كنت عاوز استنى ان انا عاملش الحلقة دي دلوقتي اعمل الحلقة دي بعدين بحيث ان انا هنحط كل التريلرز مع بعض يعني لحد دلوقتي اعنا طلعنا بتلت مسلسلات بس اه هو الكبير وسوء الكنتو الصفارة دول ان شاء الله بازن الله تلت مسلسلات دول اه حيبوا معنا السنة دي في مسلسلات رمضان اتمنى ان هم يتعرضوا بس في اي منصة من المنصات لان انا بطلت اتفرج على مسلسلات التليفزيون اه عشان الاعلانات والكلام ده كله انا بصراحة ما يعني مررتي مع عشان ما تتفقعش يعني فبتفرج على طول على المنصات اه انا عايز اشكر ان بجد حقيقي الناس الفترة اللي فاتت العمالة تكتبلي على فيسبوك وابجد بشكركم جدا الناس في ناس كتيرة جدا داخلت كتبتلي على الصفحة على هوم سينما بتاعتنا لو انتم مش هعمل فولو تنساش تعمل فولو الناس داخلت طمنت علي وانت فين ومش انت فين وحتعمل تريلرز المسلسلات رمضان السنة دي ولا مش هتعمل اتمنى ان انت تعمل اه وحشتينة ومش وحشتينة بجد بشكركم جدا ومش عارف اقول ايه بصراحة مش عايز ادي على فكرة ان انا اعمل فيديوهات مسلسلات رمضان السنة دي ولا لا بس انا بجد هحاول على قد ما قدر ان انا ارجع ومبسوط ان انا رجعت ان اصور في نفس المكان ودي بصراحة اشارة يعني كويسة اه ما عارفش بقى اشارة كونية مسلا ليا ان انا ارجع اصور تاني في نفس المكان ده اه وان شاء الله بازن الله هحاول على قد ما قدر ان انا اتكسب فيديوهات وارجع عامل فيديوهات وادعولي ان انا ارجع عامل فيديوهات محتاجة ادعائه دي اه بس انا عارف انا طاولت عليكم اكتر من كده فمش هتطاول عليكم اكتر من كده بصراحة في الفيديو انا عشان عديد بتاع اولمه الساعة فبتأسف وان شاء الله بازن الله استنوا بقى حلقة تانية لباقي بتاعت مسلسلات رمضان اتمنى الحلقة بكون عجبتكم ان شاء الله اشتركوا فيديوهات تانية قريب بسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم بسوش بردو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي عندي اسمها هومالون وي تايك تو سبلكم لنكس بتوعه في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا يفولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو حسبلكم لنكس في الديسكريبشن وباي باي اشتركوا في القناة